سلام لبنات ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة نرحب بكم من جديد في القناة رحينا نحضروا اروع تحلية بكريمة الموز لبنات ديفوان شروع الموز ويبقى انها كدك زوج حبات ولا نحضروا بهم هاد التحلية الرائعة والمنعشة نقولكم تبعوا معي الخطوات نتمنى لكم فرجة ممتعة اول حاجة اللي في رحينا نحضروا اه كريمة شانتيه هنا جبت كاس الا ربع تح بودرة شانتيه مع نصف كاس تح الماء اللي يكون بيان غلاسي باش تطلع لكم تمتم وهنا لحساب تاني الجودة تح بودرة شانتيه ديفوان تديرو حتى الكاس وما يتطلع لكم شملاحة دون كنتو ما والجودة تاع بودرة شانتيه المهم انطلعوها مليح كي ما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على هاد القوام نروحو للمرحلة التانية باش نخدمو كريمة الموز ايدا هنه نجيب انغي سيبيون نحط فيه زوج حبات تاع الموز مقطعين كي ما كونتشوفوا بهذا الشكل هنه سواء ترحوهم بالبغاميكسور ولا تقدرو ترحوهم بالغوبو نضيف لهم ملعقة كبيرة معمره تاع الشوكولاتة تطلي باش من جهة هادوك البانان تاوعنا يدود دوق شباب تاع الشوكولات ومن جهة اخرى ما يكحالون ناش يعني ما يبانش تعرفوا بلي البانان تمتم يكحالوا دونك راحين انتحصلوا على هاد اللون كي ما قلت لكم تطحنوهم مليح تتحصلو على الليكيد ومن بعد لبنات تجيبولا كريم شانتيه بتاحكم وضيفوغي بالتدريج هاد الكريمة تاع الموز والشوكولات تجيبولا ما غيز وتبقى وتخلطوه من الفوق للتحت بهذا الشكل حتى تتحصلو على كريمة وتتحصلو البنات على هاد القوام وهادي هي كريمة الموز اللي تحصلنا عليها مباشرة نعمروها في اون بوشا دوي باش نقدروا نخدمو بها عادي نجيبو ليكوب ولا لغامك هنا عندي شوية تاع البيسكويت كنت قطحتو غير بيدية باش تطعيكم هادك القوام اللي يكون مقرمش وهاديك القرمشة غير بيسكويت تاع البيمو هكذا تقطعوه كي ما كم تشوفو تحطوه في الكووس تاوحكم ولا في ليكوب كي ما هكذا ومن بعد تجيبو كريمة الموز ديرو هاكا طبقة تانية من الفوق وفي الاخير يبقى التزيين اختياري انا درت هادو دوائر تاع الموز ثم تقدرو ديرو عليها رشات رشوها بشوية تاع بودرة شوكولاتا ولا الكاكاوو تقدرو ديرو لها كوكاو ايفيلي كي ما تحبون تومات تقدرو تخلوها حتى هكذا السامبل المهم المادة قد تحا من ارواع ما يكون بزاف هايلة فوقتو كي تكون باردة وفي الاخير تانية تقدرو ديرو ينصوصو شوكولاتا ولا كي ما هادي ينصوصو كرامل كي ما انا عندي هادي رح نزين بها من الفوق زادتها تانية طعم بزاف شباب ودرتها في الفخيجي دا خليتها تبرد دمليح لحين التقديم شكرا على حسن متابعة الى اللقاء في كيفية اخرى باذن الله شكرا على المساعدة ترجمة نانسي قنقر